يعني فيه أفكار وفيه قضايا كثيرة جدا جدا مهمة بالتمس المرأة المصرية مهمة المرأة المصرية وما فيش يعني أفضل من مائدة الحوار الوطني اللي يتم النقاش في هذه القضايا المهمة أبرز المحاور اللي بتتعلق بالمرأة في الحوار الوطني إيه هي؟ إحنا عندنا في الحوار الوطني تلات محاور أساسية الاقتصادي والمجتمعي والسياسي المرأة شريك في كل محور من هذه المحاور يمكن نقول أو نقدر نقول أن المحور المجتمعي ببنود الستة أو محاور أو قضايا الفرعية الستة هي المحاور الأساسية اللي بتهم المرأة دور الأسرة، قضايا الأطفال، التعليم، الصحة كلها محاور أساسية تهم المرأة باعتبرها أم وزوجة لكن في محاور أخرى تهم المرأة باعتبرها لها دور أساسي في المجتمع المصري مبارح في نقاشات أو في بدء جلسات المحور السياسي كان النقاش عن القائمة النسبية والقائمة المطلقة طب هي القائمة المطلقة القائمة الدستورية اللي بتسير بيع الانتخابات والتتوافق مع الانتخابات هي القائمة اللي بتضمن حقوق المرأة في التمثيل البرلماني وما يطلق عليه الكوتة المرأة والشباب وزاوي الهمم والأخباط التأكيد مبارح والتركيز مبارح على أن القائمة المطلقة هي القائمة الأصحة والأنسب في المرحلة دي والمتوافقة مع الدستور واللي بتحقق أو بتلبي تواجد المرأة ودورها ده تمكين وده وجود للمرأة وده تأكيد على أن المرأة شريك في كل محاور الحوار الوطني وكل موائد الحوار الوطني حتى لو كانت سياسية منها طب ده سياسيا في مجال الانتخابات اقتصاديا مثلا هيبقى فيه هو فيه مرأة لا تتأثر بالتضخم وارتفاع الأسعار وهو المحور الأساسي في المحور الاقتصادي يعني يا فندم حضرتك المرأة شريك في كل ما يحدث أنا متأثرة كزوجة كأم كمواطن شريك في كل ما يحدث حينعكس إزاي ده في جلسة الحوار الوطني؟ حينعكس لأنه في النهاية أنا النهاردة بجلس على طاولة النقاش وأقول أنا من حقي كسيدة في المجتمع وأحصل على التمكين وأمارسه أن كل هي صوت برلماني فده بيحصل في المحور السياسي من حقي أن أنا أناقش قضايا الاقتصادية من خلال اللي بيحصل اللي احنا شايفينه يعني أنا كسيدة مصرية عندي تحديات اقتصادية رهيبة كإدفاع الأسعار، التضخم، المشروعات الصغيرة، تمكين المرأة وحضورها من خلال المشروعات اللي بتقدمها وزارة التضامن وبرامج الحماية الاجتماعية، كل دوات بينعكس على المرأة أنا النهاردة في المحور المجتمعي بقى دخل على الصحة محور المجتمعي هو الأصلي يعني يعني هو الأساس، بس الباقي لا، نحن موجودين طيب يعني في عادات وتقاليد كده مترسخة في أزهدنا كلنا يعني مغلوطة ضد المرأة شيئنا عم أباينة، موروسة كمان الموضوع مش بس قوانين ولوايح النهاردة، لينا دور مجتمعي كلنا هل هيتم منقشت ده في مائدة الحوار الوطني؟ يعني أنا النهاردة إزاي هغير مفاهيم كثيرة جدا لدى المواطن العادي على فكرة يعني حتى السيدات عندهم مفاهيم خاطئة عن المرأة موروسة فالنهاردة إزاي أنا هغير ده؟ هو تغيير لي مراحل ولي صبل مختلفة الإعلام والوسيلة الأساسية لمخطبة العقول ومن ثم إحداث التغيير إحنا بدأنا أن التغيير دوت من خلال أولا أننا أستعرض المشكلة كان عندنا دراما في رمضان والدراما مؤثرة والدراما هي ترسيد لحياتنا وترسيخ لمشكلاتنا بنشوف المشكلات كان عندنا عملة نادرة وكان عندنا تحت الوسيلة والدراما دي تحديدا ركزت على القضايا المهمة جدا التي تتعرض لها المرأة وتحديدا في بعض مناطق الصعيد من حرمان من المراث بدعم أنها سيدة حرمان المراث في عملة نادرة وتحت الوسيلة القوانين التي تكبل حقوق المرأة في التعامل مع أطفالها حل وفاة الزوء وفي الحقيقة نحن النهاردة نتكلم عن هذه القوانين فإحنا بنشير على ما نقدرش نقول خلل نقدر نقول عوار هو الأنسب لأنه تجاوزنا مرحلة الوسايا على مرأة هي تمارس الوسايا بالفعل يعني مين حتى في حضور الزوج الأم والزوجة هي اللي بتدير كل الأشياء هي اللي بتدير حياة زوجها هي اللي بتدير حياة أبنائها هي اللي بتدير المجتمع ونصف المجتمع وده دايما الخطاب السيد الرئيس ساليها وفي حالة استنهاض للمرأة المصرية على كل مستويات بداية من السياسة وصولاً لكل الأزمات المجتمعية اللي بنمر بيها عندنا كل سنة في عيد الأم بيتم تكريم عدد كبير جداً من الأمهات المثاليات صحيح أموا بأدوار بطولية جداً وأغلب هنا توفعاً هنا الزوج حصل فأمت بدور بقى الأم والأب وربت واشتغلت وكفحت وسندت وقصص عظيمة فأنا ليه متصورة أن الأم بمجرد ما حتر الزوجها عتطلع تعمل عمليات تجميل وعتصرف الفلوس على نفسها لا الأم بتوقف وبتساند وكل سنة بنكرمها كأم مثالية أجي بقى كأم مثالية ورسة عن جزها لا دي محتاجة وصاية لا دي محتاجة رجل في حياتها هي محتاجة رجل في حياتها يطبطب يسند يساند يساعد وده بيقوم به العم الخال الجد لو موجود الأخ لكن في النهاية مش محتاج واصي على الأموال صحيح طب رغم كل جهود التوعية في المجتمع المصري ورغم منقشة وسائل الإعلام في الصحافة وفي الراديو وفي التلفزيون على قضايا المرأة ما زالت هناك ممارسات سلبية شديدة جدا ضد المرأة مثلا قصة الزواج المبكر القصرة وخصوصا في ريف مصر وصعيدها القصة دي بيترتب عليها على الكبير ضياء حق هذه الفتاة في التعليم ضياء حقها في الحياة ظلمها لأطفال مش عارفة تربيهم لأنه ما عندهاش خبرات مما يترتب عليه أيضا طلاق مبكر وتشريد الأطفال يعني ما عندنا قضية كبيرة جدا إزاي يتم منقشت ده في جلسات الحوار الوطني؟ نخرج بمخرجات تشريعية تنفيذية من وجهة نظرك إزاي نعالج ده؟ نتفق نتفق على المساميات الحوار الوطني لا يناقش جرائم حرمان المرأة من المراس جريمة في القانون وفي الشرع الزواج المبكر جريمة في القانون وفي الشرع فأنا لا أناقش جرائم أنا أجرم وأغلز العقوبة وبعد كده نبدأ نشوف بها مين اللي عمل دوت وعنده مشكلة يعني أنا إزاي أعدى تناقش مع واحد قرر إنه يتحدى القانون ويتحدى الشرع ويحرم امرأة من مرسها إزاي أعدى تناقش مع واحد قرر إنه يزوج بنته دون السن القانونية داية سجن الأول وياخد عقوبته وبعد كده نبدأ بقى نتكلم إنه تعال بقى نديك إيه الوعي وإن فهمك اللي انت بتعمله دوت مخالف للقانون في إيه ومخالف للشرع في إيه العقوبة وتغليز العقوبة هو السبيل الوحيد للحلول دا الأساس لكن المفترض الحوار الوطني يناقش المنابة الوعي إحنا ليه بنصل لهذا عشان المرأة لا تتعلم المرأة الآن أعلى نسب في التعلم أعلى نسب في التوظيف أعلى نسب في الحصول على الحقوق إحنا كنا الأول لما بنزنق في الشغل نطلع على محكمة زنانيري ومحاكم الأسرة ونستنى بقى قصص المأسوية بتاعت السيدات وهم بيحكوا أزمتهم في الأحوال الشخصية الموضوع دوت انتهى لما انتهيش بس تغيرت المشكلات بقت أشد قصوة بقت مرتبطة بالتشريع أكتر بقت مرتبطة بالقوانين أكتر لكن دلوقتي حصل انفصال بتحصل على النفقة في وقتها المحكمة بتسد عن الزوج وبعد كده تقاضي الزوج بيحصل تمكين السيدة اللي بتوفي عنها زوجها على طول تكافل وكرمة لا محتاجة مستورة لا محتاجة مشروعات صغيرة لا بيحصل تمكين فكل اللي بيحصل بيد الدولة ما ينفعش المواطن يهدموا أو بمعنى أصحح ما ينفعش مواطن دون مستوى الوعي يهدموا فإلى النص الجميع لمستوى الوعي المطلوب وده حيحصل بجهود حياة كريمة والله يبقى عندهم كمان وعي بيهدموا للأسف فبعد الناس لما بتبتدي تعند أو تدخل في عند ساعتها الموضوع بيبقى صعب شوية لما يعرف انها جريمة ويهدد بإجراء عقوبة معينة يهدد طبعا من قبل القانون الكل حيلتزم لازم الحوار الوطني الجميل فيه أنه فيه رابط بتشارك فيه المواطنين بقراءهم ومقترحتهم النهاردة السيدة المصرية الأصيلة اللي فاتحها دلوقتي بتتفرج علينا اللي قاعدة في المحافظة بتسمع قاعدة تسمع يعني إيه حوار وطني هي لسه ما تعرفش إيه هو أو عايزين نتكلمها إيه هو وإيه دورها ممكن يكون فيه هيفيدك في إيه يعني وجه لها كلمة وجه للسيدة المصرية اللي بتتفرج علينا دلوقتي كلمة قولي لها أنت شاركي بصوتك لو تعرفي تدخلي على الرابط وتتكلمي وتقولي أنت عايزة تلاقي إيه وتشوفي إيه من الحوار الوطني إيه اللي لسه نقصك إيه الحاجة اللي أنت حابة أنه تبقى مطروحة على مائدة النقاش في الحوار الوطني يتناقشوا فيها ويتكلموا فيها هي حتى مش محتاجة تدخل على الرابط مش محتاجة تبزل غير أنها تقول هي عاجي أنا تبعت من خلال حضراتكم من خلال شاشتكم ومن خلال أغلب الشاشات المصرية والحمد لله جاهد سواء طبعا للوطن والدستور واليوم السابع وكل الصحف وأيضا للتلفزيونات نزلنا الأماكن الحية واتكلمنا مع الناس أنتم محتاجين إيه من الحوار الوطني كلمة أنت محتاج إيه كلمة كبيرة الناس أول ما بتقولها أنت محتاج إيه بتقول كل احتياجات كل هذه الاحتياجات ملبأة بقدر وملبأة بشكل وبتصور من خلال الحوار الوطني طبعا وفقا للأولويات أولوية المواطن أعتقد حوالي 37% من المقترحات المقدمة للحوار الوطني كانت في المحور الاقتصادي وده يدلنا أن المواطن بيفكر في إيه وها يحلفين 34% من المقترحات المقدمة في المحور المجتمعي النسبة الأقل لحوالي 28% كانت المحور السياسي وده مفهوم لكنه في النهاية المواطن حدد اتجاهاته وأولوياته الاقتصادي المجتمعي ثم السياسي أيضا المرأة المصرية لما بننزل لها بالكاميرا ونسألها محتاجة إيه هي محتاجة كل الاحتياجات اللي موجودة في الحوار الوطني تعليم كويس موجود موجود في الحوار الوطني صحة موجودة في الحوار الوطني فرص عمل موجود في الحوار الوطني سيطرة على الغلاء والأسعار موجود في الحوار الوطني وهو غير أنه موجود في الحوار الوطني هو موجود في المجتمع يعني الحوار الوطني هو امتداد لما يحدث على الأرض بالفعل أو إعادة قراءة ونقدر نسميها تبريب للإحتياجات لكنها في النهاية هي إحتياجاتنا الأساسية وممارساتنا اليومية كل يوم بيحصل إن بارح السيد الرئيس في افتتاحات شرق العغينات بيتكلم على مساحات خير جديدة الأصفر والأخضر دول مساحات الخير في مصر إحنا النهاردة عندنا حياة كريمة وكل يوم فيه نشاط لها في محافظة من المحافظات في أحد القرى فبيحصل على الأرض وبيحصل على موائد الحوام بس قولي يعني المرأة المصرية قولي قولي إحتياجاتك وانس إن يجي لك حد يقولك إحتياجاتك تتكلمي